في اتفاق على الأجندة على النقاط التي سوف يناقشها رؤسائنا وممثليهم غدا وبعد غدا أعتقد أن العمل الجبار الذي ندار من طرف كل اللي لعبوا دور في تحضير ونجاح العمل لحد الآن سواء نتعلق بالجامعة العربية والسكريتارية الجامعة ووزارة الخارجية دول أخرى اللي كانت متواجدة بممثليها بأعضاها كل واحد لعب دور لكي نصل إلى برنامج متفق على المسائل التي نحتبرها أساسية في الوقت الرعن لما نبني الاقتصاد ولما الاقتصاد يكون متداخل ومتكامل أننا نحتاجك وانتا تحتاجني ما نقدرش نتخالف نختلف إذا كان الاقتصاد ولا ما عادش عنده نفس المصالح على هذا الأساس أننا نتكلم على سوق عربية مشتركة نتكلم على الأمن الغذائي العربي هذه أمرنا محترنا فيها هذا الشيء هذا مهم جدا مهم جدا أننا نربط دول الجامعة يعني هذه المجموعتين الجامعة العربية مع الاتحاد الإفريقي فيه يعني ارتباط تاريخي ديني لغوي حتى في بعض المناطق فيه أيضا تكامل ممكن إذا كنا نشتغلنا اقتصاديا فيها الإفريقيا بعد الساحل فهمية فيها تروات فيها إمكانية لمواجهة الأزمة الغذائية إمكانية لمواجهة الأزمة لنتاع المناخ ولكن في نفس الوقت ممكن أن العلم العربي يمد ما هو ناقص في هذه المنطقة نتاع إفريقيا بعد الساحل يعني كنتواجد لبعض الدول موجود أصلا بداية تواجد لكن ممكن أننا نكون كمجموعة متواجدين ونشتغل على مصالحنا المشتركة نتمنى أن هذه القمة هي بادرة خير أن كل واحد يحس بأنه يحتاج للآخر وأن صوتنا يقوى لما نجتمع الوحدة تقوي المكانة وتسمح لنا أننا نواجه الصعاب أننا نحل ما هو على مستوانا ونتكلم بصوت موحد عندما نكون في الأمم المتحدة عندما نكون في مجلس الأمن عندما نكون مع شركات أخرى أننا نتكلم بصوت واحد التكامل الاقتصادي مهم جدا لأن هذا هو اللي رح يبني التكامل بين دول انتع المنطقة العربية